مرحبا برج السرطان اهلا فيكم في القراءة العامة القراءة مثل ما تعرفون تصلح حق الطالع والشمسي وايضا القمري او اي كوكب عندكم ثاني موجود في برج السرطان لكن انت اللي لازم تكون قراءة وتحددون اذا تنطبق عليكم ولا لا اوكي هاي القراءة رح تكون اغلبها عن الحياة العملية وايضا فيها جانب عن الحياة العاطفية اوكي وفي نهاية القراءة رح ننظر الى المفاجئة اللي رح تكون موجودة اوكي برج السرطان اول جانب نشوفه في الحياة العملية هو جانب الاموال خلا نشوف ملكة السيو اوكي ستة الخماسيات برج السرطان اهني يقول لك بخصوص اموالك رح تأتيك اموال اهموا مسألة ان ما رح تأتيك وما انه عندك ملكة يعني رح يكون عندك خلال هذا الشهر نوع من الدخل الاقل المستقر ما رح يزيد وايد ولكن رح يكون مستقر لانه عندنا رقم ستة لان الدخل اللي تحصل عليه رح في نفس الوقت عشان يتكافر عشان يزيد مع الوقت لازم تحطه في المكان الصحيح استثمر الاستثمار الصحيح اليوم عشان بعد شهر شهرين سنة سنتين اصير عندك المبلغ اللي انت تحلم فيه مثلا هاي النوع من الطاقة لانا عندنا هني ملكة السيو محتاج الحكمة اوكي محتاج انه انت استخدم عقلك محتاج انه انت تكون وايد حذر في طريقة استخدامك لدخلك خلال الشهر الاشهر القادمة عشان تحقق اهدافك المالية انا عندنا هذي كرت اللي يقولنا الفلوس اللي رح تدخل ايضا لازم تطلع لازم يصير عندك دورة دورة سوري دورة تكافر للاموال اوكي خلا نشوف حين الوظيفة عندنا كرت برج الاسد كرت القوة في وظيفتك محتاج انه انت تظهر الجانب الجاد منك اكثر في الفترة القادمة اوكي تظهر الجانب اللي يقدر انه يتحمل ويصبر امزين اذا كان عندك اي شكاوي اي مقترحات للتحسين اي شي حتى حاول انه سيطر عليها في الفترة القادمة انا حسين جو العمل ما راح يكون متقبل لأفكارك ومقترحاتك في الوقت القادم وحتى لآرائك امزين هذا انت هنا فارس الارض تقدم مقترح فحاول انه انت حتى لو ما كان عجبك وضعك في الوظيفة ولكن تصدر انزين تقاوم رغبتك في الكلام تقاوم رغبتك في التعبير مهمة من اجل استقرارك الوظيفة في الفترة القادمة دعنا نشوف المشاريع ملكة الارض اوكي لما اشوف هاي الملكة احس انه حتى لو توفرت عندك المادة اذا انت في مشروع او مقبل على مشروع محتاج تدرس كل الجوانب اكثر مما درستها محتاج انه نظرتك تكون جدا حيادية وشامل عن الموضوع قبل ما تدخل في المشروع مثلا لانك تحبه او لانه عندك راس المال لا محتاج تجمع معلومات اكثر تجمع معلومات اكثر وفي نفس الوقت تعيد استثمار الدخل اللي يدخل لك المشروع في المشروع نفسه اعادة الاستثمار لانه اذا ما طورت من مشروعك ما راح ينمو هني عنديك مرحلة نمو انت مو مرحلة ان كل الاموال اللي تأتيك تاخذها وتحطها بجيبك لا العزمة خصص مبلغ محترم من اجل اعادة الاستثمار في مشروعك او توسعتها او تطويرها تطوير تغيير ايضا خلا نشوف الدراسة اربعة الاكواب اوكي الخماس الاول كأنه ما راح تأتيك فرصة في المستقبل ان انت اتكمل دراستك او تدخل يمكن حد نوع من التحدي المسابقة من زين هني عندنا اربعة الاكواب مجال في ابداع اكثر في الدراسة ولكن انت كأنه ما هني احسك مشغول بالامور العملية تقول ما راح اشارك ممكن تكون مسابقة وطنية او تحدي على مستوى الدولة وانت هني تقول لا المسابقة ما راح تضيف الى درجاتي او انا عندي اريدي انا اعمل بالاضافة الى الدراسة ما اريد اني اشتت تركيزي هشوفك هني كأنه ما راح تختار انك تركز على الدرجات وعلى ايضا العمل الاموال الرزق واي شيء وان كان في شهادة زيادة وان كان في مثلا تفوز الجائزة احسك في الفترة القادمة ما راح تكون متشجع انه تخوض في هاي المغامرات وراح انت تعتبر انه في استثمار افضل لوقتك وطاقتك خلنشوف البحثين عن عمله عجلة الحظ انتين ام اذا امورك متوفى عزيزي برج السرطان من اجل ام بخصوص البحث عن عمله في الفترة القادمة راح تقول لك احسك هنا انتحط عينك على وظائف معينة تتمناها لنفسك الوظائف هذه لحد الان ما فيها شواغر مغلق فيها الباب ولكن قريبا راح يفتح الباب من اجل وظائف مختلفة او شواغر مختلفة مثلا اذا انت مصر انك تشتغل في المحاسبة فراح تأتيك فرص عمل ولكن في مجال مثلا التسويق شي مختلف عن مجالك اوكي فراح يتغير الحظ وراح يفتح لك باب بس مو نفس الباب اللي انت انتظر وتتمنى باب مختلف محتاج انك تكون مرن خلا نشوف الحياة العاطفية توافقك مع الشريك طبعا الجانب العاطفي من الفرعي راح يكون عام مش مخصص المنفصلين او المرتضتين اوكي خلا نشوف توافقك مع الشريك او الشخص اللي في بالك خلال هذا الشهر الكوب الاول نتحت عندنا الغصن الصغير شريكك في الفترة القادمة عندنا هنه طاقة الابراج المائية حوت عندنا هنه الابراج النارية عندنا هنه اسد حمل وقوس وهنه عندنا حوت عقرب سلطان عندنا في الفترة القادمة طبعا اعكس القراءة باللي تحس انه يناصب وضعك مع الشريك هنا انا احس ان انت مشاعرك قاعدة تتدفق من اجل شخص جديد ابتدى ينبض قلبك شغفا مش رتحبا شغفا اهتماما شخص جديد قادم الى محيطك الى محيط العمل الى محيط الدراسة الى محيط الاسرة التقيت في صدفة ولكن لفت انتباهك هذا الشخص لما صار الوضع او رح يصير اللقاء بينكم في وقت انت ابدا مش متوقعا او اذا كان اردى عندك شريك او عندك شخص حطه في بالك ففي شخص هني رح يكون منغلق عن الحب ولكن يبي يفتح باب للتواصل بينك يبي يتواصل معاك ولكن مو مستعد انه على طول يقفز الى الخطوة الكبيرة اللى فيها حب او ما خلنا نقول احنا ما يوافقت على مستوى المشاعر المشاعر هو عنده غصن صغير الغصن الصغير اللى هو يكون الشغف الاهتمام انت عندك الكوب الاول الكوب الحب الكوب الهيام ففي اختلاف او اهو عنده اعكس القراءة اعكس واخذ الجانب اللى يناسبك انذنوا اللى ما عنده شريك يعني العزاب خلي انتظرون مواصفات الشخص القادم فيه طريقة هاي القراءة رح اسويها بعدين خلنا نشوف حين الصحية برج السرطان الفارس الارض اوكي عندنا هنا سبعة الاكواب احسي هنا ان بعضكم يحاول ان يؤجل موعد كشف في المستشفى موعد فحوصات او حتى موعد عملية دائما يتعذر ان الوقت مش مناصب لي دائما يتعذر انه ماله داعي يمكن اطيبه بروحي يمكن اصير زين بدون ما احتاج للعملية بدون ما احتاج للدكتور نحن نشيل اهتمامنا عن العوارض التعب الاجهاد العرقي مشاكل اللي هني تخص النوم احسي هنا مشاكل تخص النوم لما نشيل اهتمامنا ما نركز في هوايل نركز في الشيطاني نركز في الحياة العملية او في الحياة بشكل عام هنا نشوف المشكلة مع الوقت تبتدي تخف ما هي الا اعراف نزين نتيجة التغييرات اللي احنا قاعدين نمر فيها بالعمل مثلا العمل قاعد يؤثر عليك برج السرطان ياخذ ملصحتك خليك مثلا ما تنام في الليل خلا نشوف اخر شي في الامور القانونية او في النظام القضائي عشرة الاكواب ان شاء الله خلال شهر لان هذا رقم عشرة خلال شهر تسعة رح يأتيك خبر جميل انه قريبا رح يكون فيه اللهوة في شهر عشرة رح يكون فيه نطق بالحكم النهائي نطق رح يرضيك اوكي رح يكون ما بقولك الى صالحك 100% الى صالحك على قد ما انت لك حق رح تاخد حقك رح تاخد حقك بخصوص احتمال كبير شي خص الأسرة محكمة الأسرة تاخد حضانة الأطفال عندك محكمة 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 برج السرطان شلو رح تكون طاقة التحدي او الاستفزاز لك خلال شهر سبتمبر محكمة 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 بالضبط مثل الطاقة اللي حسيتها هنا في البداية برج السرطان ان انت في الفترة القادمة في أمور عندنا نبعد كارت الأسد اتحدي لك خلال هذا الشهر ان اتعرف تشيل اهتمامك من الأمور اللي مو عاجبتك مو مقتنع فيها في الأسرة في العمل في الزواج وتصب اهتمامك على الشي اللي عاجبك لأن احس خلال شهر سبتمبر بالنسبة لكم انت يا سرطانيين التغيير ما رح يكون سهل والتغيير ما رح يكون متعاون معه ما فيه ني طاقة تغيير هذا هو الوضع الحالي حاول انت انت تأقلم معي برج السرطان محتاج انك الضحي وان كان ان اللي تتمنى مو كلها رح يصير خلال شهر تسعة ولكن انت على الطريق الصحيح تبتدي تجهز نفسك ان اذا اليوم ما قدرت اتكلم اليوم ما قدرت تعبر بكرا راح اقدر مو لازم كل شي يسوي الحين مو لازم اقول كل مشاعري الحين لا طاقة ان انت تمسك نفسك هذا هي التحدي الاكبر لك خلال هذا الشهر خلا تشوف الطاقة اللي راح تعاونك الطاقة اللي راح تكون حليفتك خلال هالشهر بالضبط اللي ما تقدر تقوله اللي ما تقدر تسوي هنا فهذهك الطاقة لانها تحدي اللي ما تقدر تعبر عنا اكتبة 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 عشان ما تنسى بينك وبين نفسك اول شي اطلع الطاقة من قلبك مو صحي ان انت تخلي المشاعر او الرغبة معينة تحبسها وما تنضد فيها فعلى اقل تاخذ ورقة وقلب وتدون تدون الاشياء اللي صارت الاشياء اللي ضايقتك الاشياء اللي تب تغيرها عدد فترة يا اهية تتغير بروحها يا اهية بتختفي يا بتلك الفرصة المناسبة اذا صبرت هنا وقاومت الرغبة للكلام بتلك الفرصة المناسبة ان انت تتكلم ولكن صير كلامك مسموع لما اشوف ايضا هذا الشخص دائما احس انه قبل ما تتكلم راح تحتاج طاقة لان طاقته هي التنظيم لما احنا نكتب نخطط ورد نشخبط ورد نكتب اهني احنا ننظم افكارنا ننظم طاقتنا نقول لا ما راح اقول بهالطريقة راح اقول بهالطريقة طاقة اعادة التنظيم راح تكون لصالحك وزعينك خلال هذا الشهر وخلا نشوف اخر شيء المفاجئة لك هي برج السرطان برج السرطان برج السرطان برج السرطان شيء من جانب الامومة برج السرطان برج السرطان خبر من جانب الام خبر جيد يمكن امك تتصل فيه وتعطيك اخبار جميلة عن تغييرات جميلة راح تصير في حياتكم تأثر عليكم كلكم ما بس انت انت مثلا وباقي الاسرة حياتكم جربت بالتالي طاقير خطأ